مش صحيح الاستقال من الاتحاد أم من الجامعة كل التفاصيل معنا تونسويت يا حذر معنا في المباشر كاتب عامل الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد لسعد الياقوبي ضيفنا في المباشر سيد لسعد مساء النور أهلا وسهلا ومرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا شكرا على قبول دعوتنا مرحبا بيك معنا في المباشر هل استقال لسعد الياقوبي من الاتحاد العام التونسي للشغل؟ لا هو يعني الخبر عالي للصح يعني هو الخبر يعني يتلخص في أنه في يوم يعني يوم واحد واثنين أكتوبر هناك مؤتمر رجالنا على عامل التعليم الثانوي واللي أنا في الوقت الحالي أنا كاتب العامل التعليم الثانوي وأعلنت منذ مدة مستوى يعني منذ مدة وأكدت هذا لينا أني لن أترشح مجددا إلى عضوية الجامعة العامل التونسي للشغل هذا لا يعني أني أستقلت بالاتحاد أو آآ تخليت يعني عن واجب النقابي داخل المنظمة أو آآ داخل القطاع كمناظل آآ نقابي داخل القطاع ولكن لن أبحث معنا مجددا إلى الأسئولية وآآ شرحت الأسباب قلت أنه هناك دوس أسباب رئيسية يعني أولها هو قناعة يعني آآ يعني بآآ يعني بآآ يعني بآآ يعني بآآ التداول آآ على المسؤولية يعني آآ حتى آآ يعني آآ يعني آآ يكون هذا الموقف منفجن مع موقفي منكون أنا منفجن مع نفسي عندما كنت ضد يعني توقيح القانون الأساسي للمنظمة وآآ يعني تجديد آآ الأحقية العضوية لآآ يعني تغيير الفصل الفصل العشرين وأعتقد أنه آآ آآ سنة التداول يجب أن تكون يعني آآ قناعة لدى النقاة يعني أنه الاتحاد فيه كفاءات عكس ما إدعاء يعني آآ آآ يعني آآ يعني آآ الناس اللي دفعت نحو تغيير القانون الأساسي بأنه هذا القانون سوف يقضي على الكفاءات بل بالعكس يعني آآ أنا أعتقد أنه الاتحاد فيه كفاءات المقابل التعليم السلوي فيه كفاءات كبيرة وأقادر على أن أتخذ المسيرة بعقليتها زادة جديدة وبرؤيتها جديدة يعني إذا لم يتجدد ولم يجدد الاتحاد نفسه بعقليات جديدة وبمناطقين جدد وبرؤى جديدة فإنه يجدد نفس الموت وهذا السبب لي بسبب الثاني أنا أعتقد أنه بعد يعني عشر سنوات وستة سنوات أيضا مناظر وعضف جامعة عام التعليم السنوي من 2005 إلى 2011 أعتقد أنه قدمت يعني كل ما بوسعه وآآ أنا الأوان أنه يعني آآ خلي البلاس الغيري معناه خلي البلاس الغيري يعني آآ هذا منطقة الديمقراطية يؤمن بالمناسة الديمقراطية يجب أن يؤمن بالتداول على المسؤولي النقلية تماش HATA يعني آآ مجال أنه منتحدث على التديمقراطية وآآ نصوذ حق أجيال… ضد عليا به denganنا نحن 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 من نحمل الكفاءة ونحن من 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 نستطيعها فنقود وانه شرع أمفسنا يعني آآ آآ يعني آآ آآ يعني آآ آآ انë آآ آآrą ونظالنا ضد نظام الاستبداد ونظام بن علي وإلى غير ذلك فكان أحد أسبابه أن هذه الأنظمة هي أنظمة مستبدة وجاسمة على صدور الشعب فما يزنش نكونوا أحدى المثال الآخر يعني النسخة الأخرى يعني نكونوا جاسمين على صدور النقابيين والشغالين المنظمة منظمة حريقة منظمة فيها برشة كفاءة وتستطيع أنها تستمر بكفاءة لسعد الياقوبي لن يكون في الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن يترشح على عضوية الجامعة العامة للتعليم الثانوي لكن هل يمكن أن نرى لسعد الياقوبي في المكتب التنفيذي القادم للاتحاد العامة تونسي للشغل هل هو تحضير ربما لمسؤولية أكبر على رأس المنظمة الشغيلة هل يمكن أن يترشح للأمانة العامة مثلا هو الإصاف للاتحاد منذ عامين تقريبا بعد الانتلاب على القانون الأشياء في المنظمة كنت في موقفي واضح كنت مع كثير من المقابلين كان موقفنا واضح أن ما حدث داخل المنظمة كان ضربة كبيرة للمنظمة وحذرنا من تداعيات هذا وقلنا راهوا الانتلاب على قانون المنظمة سوف يحلق شئنا أن أبينا قيادة ضعيفة وقيادة غير متجانسة والظروف السياسية ربما تتغير لأن الناس اللي كانت يعني معولة على وضع سياسي معين من أجل تثبيت الانتلاب على قانون المنظمة يعني اليوم الوضع السياسي تبدأ والذي نشوفوا فيه اليوم من تداعيات هذا الانتلاب على وقع المنظمة هو أن المنظمة الحب والنكرم حتى لا أحد أن دورها الوطني تراجع كثيرا وقلنا يعني اليوم قيادة غير قادرة على أنها تواجه يعني المشاكل تواجه التحديات أنها يعني تفرض نفسها كخيار وطني هل خفت صوت المنظمة؟ هذا ما نجي شيخ على أحد من كل تعرف من كل تعرف من اليوم صوت المنظمة خفتت كثيرا والمنظمة من داخلها يعني أصبحت غير قادرة على أنها يعني تكون المنظمة القوية المنظمة اللي تكون لا وإذن يكون لا أنا تكون منظمة شريكة في الخيار شريكة في التصورات شريكة في البناء ولكن للأسف أنا هذا الكل حذرنا منه سابقا أن اليوم تعيش منظمة نحب ولا نحب هو تعيش وضع صعب والمنظمين أبناء بالكحات ما يظنهم شي تخلاوا على دورهم اليوم دور المنظمين هم أنهم اليوم يبحثوا على مشروع نقابي وطني نقابي ينادع يعني قناعات النقابيين من شي من بره هل يمكن أن يكون اللي عقوبي لسعد اللي عقوبي الأمين العام القادم للمنظمة الشغيلة لا اللي عقوبي يش يكون ضمن أي مشروع يهتف إلى يعني لقاب المنظمة يعني لإعادة مشعار المنظمة شريكة أن يكون هذا الخيار يعني يكون خيار نقابي من منظمين منظمة ومن داخل المنظمة ما يكونيش من خارجها نحن سندعم كل وستترشعوا معنات هل المكتب التنفيذي القادم إن شاء الله طبعا طبعا الترشع حتى تكون يعني مسئلة سانوية ولكن دي في تنسبة مشروع يعني وطني حقيقي مشروع نقابي حقيقي من أجل إنقاب المنظمة ومن أجل يعني إعادة يعني من إشعاع المنظمة وتخليص المنظمة من كل الأخطاء السادقاء أنا أعتقد أنه لم يتأخر لا أنا ولا كثير من المنظمين داخل المنظمة لجيكم الدورة واضح شكرا لك فردلك سيد السعد الياقوبي لك أنت بالعام للجميع العامة